مرحبا وكيف الحال مشروع مربح بامتياز مربح أكيد أكيد هو إنشاء وحدة غسيل الكلة كيف ليش؟ لأنه 50% من مرضى السكري حول العالم أكيد في يوم الأيام هيصابوا من أمراض الكلة وبالتالي حينتهوا شزء منهم كبير على كرسي الغسيل 75% من مرضى السكري النوعي الأول اللي بياخدوا الإنسلين نهايتهم أنهم بعد 15 سنة أكيد هم مصابين بأمراض الكلة وبعد 20 سنة على كرسي الغسيل 30% من مرضى الضغط وهم مكتار برضو كمان بيصابوا بأمراض الكلة وعدم السيطرة على الضغط عندهم هيوديهم على كرسي الغسيل عشان هيك عدد الناس اللي بيغسلوا سنويا عم بيزيد بالطراب وهي عم بتكون عبئ على المستشفيات اللي تحمل كل هذا العدد للأسف 50% من العب والاستبيان ما بيعرفوا إنه كل الأطعمة اللي كانت موجودة هي أطعمة مهلكة للكلة اللي كانت بنحكي عن العسل عم نحكي عن المكسرات عم نحكي عن البروتينات بكمية كبيرة عن الفواكه وعصيرات الفواكه كلها بتمرمر الكلة المهلكة بسبب الأمراض الكلة الموجودة فيها عشان هيك اليوم راح نحكي ونوضح أي شيء البروتوكول ممكن تستخدمه حتى تساعد وترحم كلتك وأكيد إذا بلك الشفاء لازم تطبقه بحذافيره بس تحت إشراف على كلهم خلينا نحكي عن في اليوم عن أسباب إصابتك بأمراض الكلة هنحكي اليوم عن كيف بتعرف إنه الكلة عندك مهترعة وهل ممكن تعرفوا هذا من خلال لهم البول اللي ممكن يتغير هنحكي عن البروتوكول المنزلي لعلاج أمراض الكلة بدون الذهاب إلى المستشفى والغسيل هنحكي عن ونجاوب عن أي شيء الخزعبلات اللي بتطلقوها بعض تجار الدجل ومشتري المشاهدات اللي بيقنعوك إنه ممكن يلاقيه لك حل يغنيك عن الغسيل بالنهاية رح نجاوب عن السؤال هل يمكن شفاء من يغسل القلة واللي بده يجهز حاله للغسيل يعني الكرياتين عنده ثلاثة ومنخفض عنده الترشيح هل يمكن شفاءه أو إنه ما يروح للغسيل أساسا كل هذا وأكتر رح نجاوبه في حلقتنا لليوم لكن في بداية الحلقة أكيد اكتب لي بالتعليقات هل بتعرف ناس حاليا عم بيغسلوا قلة أو في مرحلة ما قبل الغسيل وصحتهم عمانة بتتدهور وحيصين مش عارفين كيف ممكن يشفوا حالهم ويهربوا من آخر النفق هل بتعرف ناس عملوا حمية الكيتو وبعد عملوا حمية الكيتو بشهر أو شهرين اكتشفوا إنهم دهوروا كلتهم واختصروا فترة خمس سنوات من المرض بشهرين فصاروا يخسروا كلا كل هذا وأكتر اكتبوا لي في التعليقات الله يحمينا جميعا أكيد جيب فورقة وقلم عشان لدينا كتير تسجيل فنجان قهوة حتى نشوف وندخل الكيلة من أهم أعضاء جسم الإنسان والمسؤولة عن تخليص الإنسان من السموم الأيضية والكيموية اللي بيصنعها الإنسان أو بيستهلكها فبكل بساطة الكيلة بتفلتر أكتر من 140 لتر يوميا أثناء عمليات الفلترة في كليتينك التنين أضف إلى ذلك أن الكيلة الواحد بتستهلك 10% من كل السعرات اللي أنت بتستهلكها يوميا وبتيجي بالرات مرتبة الرابعة بعد الدماغ فالكبد فالقلب بعدين بيجي عندنا الكيلة الكيلة لما أنت بيصير عندك مجموعة من الأمراض بتصير تتأثر وبالتالي بتدخل في عملية أمراض الكيلة المزمنة إذا بنحكي عن أسباب أمراض الكيلة فأمراض أسبابها كثيرة لكن في أسباب كتير منتشرة 70% من الناس أو 50% من الناس مصابين فيها يعني أول أسباب إصابة الأشخاص بأمراض الكيلة هي أكيد الإصابة بأمراض السكر النوع الثاني والنوع الأول وزيادة الوزن وتراكم الدهون في كل أحشاؤه وتحديدا في الكيلة السبب الثاني أنه أن شخص هذا يكون عنده ارتفاع في ضغط الدم فارتفاع ضغط الدم بيزيد من فرص الأشخاص بالإصابة بأمراض الكيلة كيف ليش؟ أنك تعرف أنه 30% من الناس اللي عندهم ضغط يصابوا بالآخر بأمراض الكيلة شغلة الثاني لما يصير عندهم التهابات مزمنة داخل الكيلة تحديدا في الجلميرولس أو بنتسميها محفظة بان بومان الالتهاب هذا بيعمل أمراض الكيلة المزمن أو التهاب النفرونات الأنبوبات الصغيرة داخل النفرونات والأنسجة المحيطة فيها في الكورتكس برضو بتسبب أمراض الكيلة الأشخاص اللي عندهم دائما التهابات بكتيرية أو فطرية في المثاني وبصير عندهم حصوات كيلة بعضهم وبصير عندهم حصب للبول وبالتد هذا البول للكيلة فهدول الأشخاص ممكن يصير عندهم فشل كلوي لا يمكن علاجه الأشخاص الثانيين اللي ممكن يصير تجمع في البول بسبب خلقي داخل الكلة هدول بعانوا باحتمالية كبيرة لإغلاق الكلة وتلفها أما أخيرا أشخاص اللي بكون عندهم التهابات متكررة بتصير بالكلة أو الأشخاص اللي بعانوا من تكيّس وتعراكوا من الأكياس على سطح الكلة أما إذا بنا نعرف الأعراض اللي من خلالها ممكن تعرف أنه هذا الشخص مصاب بأمراض الكلة أو لا فبكفيك تعرف أنه الأشخاص اللي مصابين بأمراض الكلة بتبلش شهيتهم تنخفض بالإضافة أنه بصير عندهم ارتفاع في ضغط الدم بسبب تلف الكلة وعدم قدرتها على تنظيم الضغط الشعور بألام مستمرة في أسفل البرطن وأسفل الظهر بالإضافة للجوانب لأنه هذا المكان موجود في الكلة أضف إلى ذلك الشعور المستمر بحرقان في البول وبعض الأوقات بطلع عندنا دم مع البول الكلة المريضة بتخلي الشخص هذا ما عنده تنظيم في الأبلاح اللي عنده فبصير عنده تشنجات عضلية موجودة في عضلاته بالإضافة إلى عآلام مستمرة في العظام الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الكلة بتتراكم فيهم السموم وبالتالي بتتقل قدرة الدماغ على التحليل والعمل بطريقة جيدة بسبب تراكم السموم داخله فبكون مشتت التفكير ودائما عنده هيك غباش إن كان بالتفكير وكذلك كمان بالرؤية الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الكلة بفقدوا قدرتهم على تصنيع كريات الدم الحمراء فبيعانوا من مرض مستمر في فقر الدم أما الجواب على السؤال كيف أعرف إن البول اللي عماله بطلع طالع من كلة مهترئة كل بساطة بتغير لون البول بالتدريج مع تداعي حركة أو وظائف الكلة فلما بتتقل وظائف الكلة بيزداد لون البول وبالتالي بتحول تدريجيا إلى الأغمق فالأغمق بالأخير بتحول للون البني أو الأحمر إذا كان فيه دم والزهري الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الكلة بتصير كلتهم تغير لون البول بكل بساطة بسبب ظهور البروتين القلبه من داخل البول ظهور السكر داخل البول بالإضافة لظهور الريد بلد سلز خلايا الدم الحمراء والبيضاء وجزيئات من نفرونات الكلة التي تدمرت ونزلت مع البول يعني فعلياً أنت عم تتبول أجزاء من كلتك بالإضافة لظهور رغوة لا يمكن إزالتها لما بتتبول هذه كلها معلامات البول اللي بتدل على إصابة الكلة وهنا وصلنا عن أهم جزء في حلقتنا لليوم إيش هي البروتوكولات والتوصيات لرحمة الكلة والبدء في طريق الشفاء للكلة بمشيئة الله أول إشي التركيز على زيادة شرب المي رغم أن دائماً بحكي للناس أنه اشرب لما تعطش بس لما تصير عندك مشكلة في الكلة لازم تزيد من شربك للمي كل بساطة عشان دائماً تخفف كميات السموم اللي على الكلة إنها تعادلها بالإضافة أنه إذا عمالك بتاخد أدوية ما تتخلي السمية تبت الأدوية تتراكم لفترة طويلة في الدم فتهلك الكلة احرص على شرب كمية لا تقل عن 2 لتر من المي يومياً ولازم تكون شايف لون البول مش أبيض شفاف لكن أصفر فاتح لعني اللون الطبيعي للبول لهو لون مي واللون غامق إذا كنت تعاني من أمراض الكلة فما تحرض حالك للجفاف من خلال صيام رمضان خصوصاً إذا كان عندك السكر مرتفع لأن كل من الجفاف والسكر المرتفع هو قاتل لنفرونات الكلة النقطة الثانية اللي بدك تعملها بالبروتوكول هو قطع السكريات والنشويات ما في أكتر ولا أسوأ من السكريات والنشويات في الاستمرار بإطلاف الكلة معظم مرضى الكلة حول العالم هو مرضى سكري لأن السكر هو سبب المرض بالأساس واستمرارك في تناول السكريات والنشويات حيرفع الضخط داخل الكلة تعرف ليش؟ لأن كل السكر اللي أنت بتاخده ورتفع السكر عندك في الدم الكلة بتطرحه بالبول ونفس الكلة بترجعه إلى داخلها عملية استعادة كميات كبيرة من السكر حتخلي الكلة تنتفخ بسبب احتباس السوائل الناتج من السكر والصادم اللي استخدمته الكلة لإرجاع هذا السكر فبكل بساطة عملية استهلاكك للسكريات يا مريض السكري بضخم حجم الكلة فبيقتل وبيفجر نفرونات الكلة على كل أكيد ما تعمل حمية الكيتو إذا أنت بدك تعالج الكلة لأن حمية الكيتو رغم أنه إحنا بنقلل فيها السكر كتير لكنها عالية جدا بالفوسفور والبوتاسيوم اللي كلاهما بتعب الكلة وبيدمر صحتك أما النقطة الثالثة فهي تقنين وتقليل كمية البروتينات من الضروري تعرف أنه أي كمية البروتينات تدخل على جسمك رح يتحول جزء منها إلى أحماض أمينية والزائد عن قدرة الجسم على تحويله رح يتحول إلى سكر معناته إنتاج كميات مبالغ فيها من اليوريا والأمونيا استهلاكك للبروتينات النباتية بشكل عام بإنتاج أكتر كمية سكر فجزء أكبر من هذه اللحوم رح تنطرح في البول على شكل يوريا وأمونيا يعني بتهلكها للكلا كل مزداد كمية البروتينات اللي بتاكلها بدك كلاه أكثر قدرة على زيادة قدرتها بالفلترة وإذا كلتك كانت مريضة فأنت بتخنقها بكمية البروتينات عشان هيك أحرص على اختيار بروتينات حيوانية على أنها تكون قليلة في البورين بالإضافة أنها تكون هذه البروتينات ما تتجاوز من 0.6 إلى 0.7 من وزنك الحقيقي بعد ما تخصى وتوصل لوزنك المثالي أما النقطة الرابعة أنه نحرص على تناول كميات معتدلة إلى قليلة من البوتاسيوم يعني ما بدنا نروح على التوصيات أن ناكل 4500 أو 4700 ميلي جرام من البوتاسيوم يوميا لأنه كلتك المتضررة لن تستطيع التعامل مع هذه الكمية من البوتاسيوم هيؤدي الارتفاع البوتاسيوم عندك بالدم لرقد قيم عالية وخطيرة ممكن تأثر على قدرة قلبك على النبض وتأدي لوفاة الشخص بسبب ارتفاع البوتاسيوم بحالة بنسميها هايبركاليمية على كل إذا بنتحدث عن كمية البوتاسيوم ممكن تأخذها في اليوم بدك تأخذها بإنها لا تتجاوز 1500 إلى 2000 ميلي جرام من البوتاسيوم يوميا يعني بدك تحاول تقنن الورقيات الخضراء لأنه كمية البوتاسيوم فيها كبيرة بدك تقلل من الأبوغادو لأنها عبارة عن قنبلة بوتاسيوم يعني بالعربي لازم تحسب كمية البوتاسيوم تستهلكها يوميا أما النقطة الخامسة وقد تكون الأصعب هي تقنين وتقليل كمية الفوسفور الموجود عندك بالحمية يعني بدك تبتعد عن الأطعم الغنية بالفوسفور يعني زي عم نحكي عن المكسرات عم نحكي عن اللحوم الحمراء وخصوصا الأعضاء عم نحكي عن الأجبان والألبان صفار البيض كلها غنية جدا بالفوسفور قدرة الكلها على التعامل مع الفوسفور وإخراجه من خالج جسم بتقل لما الإنسان يمرض بأمراض الكلها عادة الكلها بتخرج بحدود 800 إلى 1000 ميلي جرام من الفوسفور يوميا لكن لما تصير كلتك تعبانة ومريضة بتنخفض هذه القدرة إلى 20% من قدرتها المعتادة فبتصير بتخرج بالكثير 650 ميلي جرام حسب التوصيات ما لازم بأي حال من أحوال الفوسفور بتستهلكه يوميا من مصادرك المختلفة تتجاوز 750 ميلي جرام يوميا أما النقطة السادسة فأكيد أنه نتوجه نحو الزيوت الصحية ونبعد عن الزيوت الرخيصة المهدرجة اللي بتزيد الالتهابات مريض الكلها عادة بباعاني من كل الأنواع الالتهابات جسمه مسموم فيه سموم كثير لعجز الكلا وكلته نفسه فيها الالتهابات إيش أسوأ من أنك تعطي زيت فيه طاقة هاي الطاقة بتحمل الالتهابات إلى داخل الكلها ما في أسوأ من ذلك عشان هيك روح بكل بساطة روح استهلك الزيوت اللي بتقلل الالتهابات يعني زيت الزيتون بيقلل الالتهابات زيت جوز الهند غير المصنع بيقلل الالتهابات إذا روحت أنت أخذت اللية الحيوانات بصير السمنة البلدية من اللية برضو بصير أكيد ابعد عن الزبدة أو الأشياء المشتقة من الحليب بسبب محتوى الفسفوري العالي اللي هيهلك لك الكلا أما النقطة السابعة فهي تخفيض احتمالية تكون حصوات الكلا وتقليل حمض اليوريك لما أنت عمالك بتعمل صيام طويل مش بس أنت عمالك بتعمل جفاف بالإضافة إنك عم بتخلي جسمك يصنع المزيد من اليوريك أسد فأمرض الكلا ما يعملوا صيام طويل نهايي الشغلة الثانية اللحوم اللي العالية بالبيورين وإذا كان أكلك فيه لحوم كتير رح ينتج عنك بيورين أكتر وبالتالي بتزيد فرصة ارتفاع اليوريك أسد وحصوات الكلا اللي حتزيد من سرعة تدمير الكلا الشغلة الثانية ابعد عن الفواكه الله يرضى عليك الفواكه هي أكثر ما يمكن إذا يرفع اليوريك أسد عند الإنسان سكر الفروكتوز الموجود هو عديم البركة بنزع البركة من الكلا لأنه مجرد ما يدخل إلى الكلا بنزع الـ ATP للطاقة اللي بتحتاجها الكلا بشرح عشان تعمل فلترة الـ 140 لتر وبحول هذا الـ ATP إلى اليوريك أسد فإنت مش بس بتستهلك الطاقة وبتفقده إلى الأبد أما النقطة الثامنة فهي لمرضى السكري والضغط لازم تسيطر على السكر عندك منخفض جداً والضغط برضو منخفض جداً ومرض السكري بطبيعته برفع ضغط الكلا فإذا ارتفع ضغطك فوق الـ 130 على 80 فإنت فعلياً عم بتدمر نفرونات الكلا المهترئة أساساً فلا يمكن شفاء الكلا أو حمايتها دوما ينخفض ضغطك عن الـ 130 الشغلة الثانية مهما عملت حميات لعلاج الكلا إذا كان السكر تبعك مرتفع فوق المية طول الوقت والتراكم مرتفع فالكلا هادي حيضل حتى لو ضغطك ممتاز الضغط داخلها مرتفع فلازم تستخدم العلاجات والعقاقير حتى أنك تقلل السكر لما دون 80 ميلي جرام بير دي سي لتر هيك بتكون أنت رحمت الكلا من الداخل بانخفاض الضغط القادم إلى من عضلة القلب والضغط المولد داخلها من كمية السكر المرتفع عندك في الدم أما النقطة التاسعة فكل البعد عن المكملات والأعشاب والخلطات اللي ممكن تتعالج الكلا بكل بساطة مشكلة الكلا مشكلة واضحة إلى علاقة بالسكري والضغط واستخدامك لمكملات ما بتعرف أنت أساسها العلمي حتى لو كانت مفيدة حيكون اختيار عشوائي يعني ممكن تاخد عشبة مفيدة وعشبة ضارة وداخلات الأعشاب الدوائية مع بعضها ومع أدويتك اللي ممكن أنت بتاخدها ممكن ما يكون من مصلحة الكلا اللي حتعاني وهي تحاول تتخلص من السموم المرافقة لهذه الأعشاب الغير معالجة أساساً فبالتالي حتى لو كانت الصمغ العربي بقل الالتهابات وهو مفيد للكلا هل أنت التزمت بالحمية اللي أساساً هي العلاج؟ لا فأنت ما رح تستفيد من استخدامك للصمغ العربي غير الوهم بأنك بتعالج نفسك وبتلتهي عن الأساس بتغيير حميتك إذا كنت من الناس اللي بتحب تاخد العسل على أنه بركة وعلاج للكلا فهي أكذوبة لأنه العسل هو هيسرع دخولك ووصولك إلى كرسي الغسيل وإذا حدا قالك أنه ممكن القرآن يعالج لك الكلا فما ممكن القرآن يحميك إذا أنت رميت حالك من السطح علاج الكلا هي موضوع معقد جداً بلزموا حميات دقيقة جداً مجهزة للمرضى فما تقعد تعمل حالات عبثية الإشي الوحيد اللي ممكن تستفيد منها إنها تحرمك من فرصة الشفاء لا بالعكس بتسرع من تدهور حال المرضية طب ما هي الأطعم الممنوع استهلاكها أو لازم نقنن استهلاكها ونحسب قيمة استهلاكها لما نكون في حمية كلا أول إشي لازم نبعد كل الأطعم اللي بترفع لبيورين واللي ممكن تعمل حصوات في الكلا أكيد زي المكسرات واللوز والجوز وغيرها من الأشياء العالية في الأوكساليت أضف إلى ذلك لازم نبعد عن اللحوم الأعضاء تحديداً ونقلل منه اللحوم الحمراء الشغل الثاني لازم نقلل منه الخضار الصليبية والأفوغادو الغنية بالبوتاسيوم لأنه كلتك المهترئة ما عندها قدرة تتعامل مع كمية كتير في البوتاسيوم فإحسب البوتاسيوم ما يتجاوز 2000 ميلي جرام إذا كتروح على المنتجات عالية الفوسفور فلازم تقللها أو حتى تمنعها لأن الفوسفور موجود في كل مكان فأكيد امنع صفار البيض لأنه غني جداً بالفوسفور المكسرات غنية جداً بالفوسفور وأغنى الأطعمة بالفوسفور هي الأجبان والألبان إذا نحكي عن الفواكه فالفواكه عليك ممنوعة بكل بساطة لأنه فيها أسوأ إشي على الكلا وهو سكر الفواكه اللي بيقلل كمية الطاقة الموجودة داخل الكلا اللي تعاني في القيام بعملها العسل أكيد مليان بسكر الفواكه وكذلك القطر والسكر المائدة فهذا ممنوع أضف إلى ذلك ممنوع صفار البيض والأطعمة الغنية بالسوبيوم إذا أنت عندك سكري وبتعاني من ارتفاع ضغط الدم إيش ممكن يتلف الكلاسرة إنك تأخذ المخللات والزيتون اللي بطبيعته مالح وبرفع ضغط الدم وفي الختام هل يمكن شفاء المرضى اللي وصلوا لمرحلة الغسيل؟ هذا الجواب باعتمد إذا الشخص ارتفع عنده الكريتينين وصار عنده أكيوت كدني إنجلي بسبب أنه أخذ مسكن عمل تحسس عنده بالكلا ودخل على المستشفى عنده فشل كلاوي وصار عنده غسلتين أو ثلاثة ممكن ينجح في عادي طبيعي لما بالتزم بالحمية بطريقة صحيحة بتقلل الالتهابات وبتزيد الطاقة في الكلا فبترجع القلا تتشافى بسرعة وهذا اللي من لاحظه إحنا عندنا من مبارستنا في العيادة أما الأشخاص اللي وصلوا لآخر المطاف بعد مرض طويل في أمراض الكلة وصار يغسل غسيل الكلة بعد فترة طويلة من التضخم بسبب الضغط العالي داخلها بس تصير تغسل تتكرمش ويتصغر حجمها وبالتالي هذه الكلة ما فيها خلايا عايشة ولا يحيي لموتها إلا الله تعالى فهذه الكلة ماتت خلاص فأنت حتظلك تغسل إلى أبد الدهر فما تستجيب لدعوات الناس اللي عمالوا بقولك أنا بقدر أشفيك بالمكمل هذا أو بالصمغ العربي لأنه عبارة عن دجل ومش مثبت علميا ولو إنه نجح كان شفته على السوشال ميديا نفس الشخص المشفي وشفت فحوصاته وطبيبه جنبه عم ينشر دراسة هي الأولى من النواح الشغلة الأخيرة بنحكيها أنه مرض الأمراض المزمنة في الكلا عادة هي مرض مستمر زيه وزي السكر لا يمكن شفاءه لكن حسب ما بيّنت الليتريتشر ومبارستنا بالعيادة حسب بروتوكولنا أنه يمكن شفاءه بس أكيد تحت إشراف حثيث وحمية صعبة لا يمكن أي إنسان يعملها دون إشراف فلا تضيع وقتك وتحرم حالك من فرصة الشفاء بتجارب عبثية أنا على كل إن نشرت هذا العلم وهذه المعلومات للمعرفة فقط ليست للتطبيق بنهاية حلقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات هل أنت مريض بالكلا؟ وهل أنت بتغسل كلا؟ أو بتعرف حدا مريض بالكلا؟ إيش عماله بعمل حتى يحاول يائساً الشفاء؟ بنهاية حلقتنا اليوم إن شاء الله الله يبعدنا جميعاً عن مشاكل الكلا لو عالجت مشكلة السكري من الأساس بكزامك بحمية الكيتو ما انضربت كلتك ودخلت في هذه المتاهة اللي الله يبعد الجميع عنها وعنها على كل إن نشوفكم على خير إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره وما تقبل حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس شارة الجرس حت تجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة إلك وأكيد ما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك لأنه إحنا بتجيعك أكيد منستمر وبدعوكم تتدمر عالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو أنتفاستي كلينك هذا العالم بضم أكتر من 150 ألف شخص بمارس وحمية الكيتو بأمان أكيد كل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقال المثبتة بالتعليقات وموجودة بصندوق الوصف وطبعا طبعا بتقدروا تتابعوني على الإنستغرام وسناب شات وتويتر وتيك توك وزدك معلومات إضافية كيف تنقي كلتك من السموم قبل الإصامة أكيد تشوف الحلقة اللي هون ونشوفكم بالحلقات القادمة وبأمان الله مع السلامة اشتركوا في القناة